يبدو أن الحكومة الجزائرية أصبحت تسير في كل الاتجاهات بغية تجلب الأموال للخازنة العمومية في ظل تراجع العائدات بفعل تراجع أسعار البترول خطوة عديدة يحملها قانون المالي التكملي 2015 ترمي لتعويض خازنة الدولة ولو بالشيء القليل مما فقدته طيلة الستة الأشهر الماضية من الأزمة النفطية وبعد مسعى الوزير الأول عبد الملك سلال في استرجاع أموال الناشطين في السوق الموازية والمقدرة بـ 3700 مليار دينار واستغلالها في الاقتصاد الوطني قانون المالي التكملي يكشف أيضا مسعى الحكومة في تشجيع العمال غير المؤمنين اجتماعيا على تأمين أنفسهم وبالتالي استفادة الخازنة من مساهماتهم الشهرية وهذه تفاصيل القانون الجديد العمال غير المؤمنين اجتماعيا مطالبون بتسجيل أنفسهم لدى السندوق الضمان الاجتماعي المؤمنون الاجتماعيون سيستفيدون من التقاعد ومزايا اجتماعية أخرى تحديد مدة ثلاث سنوات كإجراء تطوعي أمام العمال غير المصرحين الإجراء سيصبح إجباريا بعد عرض قانون المالية التكملي 2015 نسبة المساهمات قدرت بـ 12% أرباب العمل الذين لا يؤمنون عمالهم سيواجهون عقوبات مالية عدد العمال غير المصرحين اجتماعيا 42% من مجموع العمال الجزائريين غير المصرحين لدى الضمان الاجتماعي 72% من العمال لدى القطاع الخاص غير مؤمنين 85.3% في قطاع الفلاحة 75.6% في قطاع البناء 36.7% في قطاع التجارة 49.2% في قطاع النقل صحيح أن الإجراء يهدف لتنظيم سوق العمل في الجزائر وتوضيحه أكثر لكن تساؤلات عدة تطرح حول السر تغاضي الحكومة عن سوق العمل الموازي وتفطنها في وقت الشدائد وهل ستنجح حكومة سلال في تحقيق المبتغى لا سيما وأن كثير القوانين الصادرة لا تطبق على أرض الواقع